السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع نفسي وجديدة مشيوات أم شمس كانت منها دائما تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية اليوم بإني لا غنقتر حالكم وتحت طلبكم ثلاث حشوات رائعة اقتصادية وكيوجدوا بسرعة يعني في وقت وجيس كانت منها الفيديو تليومين الاستحسان دلكم وأعجبكم ودائما لعجبتكم الفيديو ما تبخلوش لأستقاء دلكم والعائلة وكذلك في مواقعكم التواصلية بارتاجوا معهم الفيديو باش تعم الفائدة أما إلا كنتوا أول مرة تزوروا القناة وتكتشفوها مرحبا بكم دائما بالاشتراك وتفعيل الجرس فبلما نطور عليكم شو نشوفو الحشوات دينات اليوم فبالنسبة لأول حشوة غناخدو المقيلة دينا نعملوها دائما فوق النار متوسطة غنعملو شوية دية زيت النباتي وكذلك شوية دية زيت الزيتون هنا غنمشي معاكم بالطريقة والمقادر في نفس الوقت باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف فغناخدو هات الزيتات هادو حتى كي يسخنو شي شوية غي شوية فقط مباشرة كنضيفو البصيلة ديالتنا هنا تقريبا عندي واحد لحبا دينا البصيلة متوسطة مش لده رقيقة او لمقطعها مربعات رقيقة وكنضيف على هاد البصيلة واحد شوية ديال الملحة دائما الملحة فكتدوب لنا البصيلة وكتطيبها بسرعة فاش كنبغيو نشحروها كانش حر مزيان هاد البصيلة هادية يعني حتى كيتغير اللون ديالها وكالدبال مباشرة كنضيف عليها شبية ديال الفلفلة حمرة وينتوفر عندكم يعني الفلاة في الالوان يعني صفرة وحمرة وخضرة فعملوهم كيعطيوا الوينات زوينة في هاد الحشوات هادو هنا أنا استعملت الفلفلة حمرة كذلك غادي نضيف الجزر او لخزو محكوك على هاد الشكل الهات الشكل الطولي كذلك القرعة للخضرة او للقوجة بالنسبة للجزر يعني واحد جوش خزوات متوسطين كذلك جوش قرعات لي صغار والفلفلة فاوما جوش حبات ديال الفلفلة حمارين غاي صغار اللي ماشي كبار بززاف هنا بنسبة الكمية فاي على حساب الرغبة وعلى حساب شحال بغيتي ديال هاد الحشو كان بدان نحرك هاد العناصر هادو كاملة يعني دائما العفيرة هاشعلة وانا كان نشحر هاد العناصر هادو حتى كتبالي انا ديك الحشوة ديالي كما شوفو العناصر كلهم تبانو يدبالو شوية ومباشرة من بعد ما كيتبالو لنا هاد الخضر هادو كان نضيفو شوية ديال تومة بودرة هي على حساب الرغبة لكات ما متوفرش ممكن تعملو واحد دريس ديال تومة محكوك كذلك غنضيف واحد شوية ديال بودرة البصر صراحة كيعطوه للدجميلة بزاف لهاد لهاد الحشوات هادو وهنا غنضيف كذلك واحد شوية ديال لي بزر على هاد الشكل وغادي نضيف شوية ديال معدنوس مقطع رقيق هكا مفروم انا اغلبية كنستعمل لمعدنوس يعني ممكن استعملو القصبر ومعدنوس ماشي مشكل سافيو كنحرك هاد العناصر هاد كاملة كما كتشوفو معايا فالخضراء ما نخليوهاش حتى الدبال يعني ما بقيش تبانجا نهائيا يعني كالدوب لانا كنعرفو الحشوات اللي كنعمرو كيعودو يطيبو مازال في الفران يعني نخليو لها المجال هنا كنناخد هاد هاد الحشوه هادي كنقسمها على زوج النصف كما تشوفو غنقسمها على هاد الشكل عن هز منها ونحطوه على جنب ونكمل معاكم الحشوه اللولانية لان هاد النصف هاد اللي عادي نحتوظو به عادي نحتاجوه بالنسبة للحشوه التانية يعني من حشوه وحده ممكن دائما تخرجي يعني منكهات من حشوه وحده مشي تحتاجي انك يتعملي بزافة للحشوات فهنا بالنسبة لهاد الحشوه اللولانية اللي نقصنا منها نصف ديال الكيميه غادي نضيف فيها شوية ديال سلسات السوجه هنا اه انا عندي سلسات السوجه خفيفة ديكشي اللي عشتوني يعني تقريبا نضفت نجوشت المعالق كبار يلا عندكم سلسات السوجه تقيلة فملعقة فقط غادي نضيف كما اشتو معي سلسات السوجه وكان حرك فكت تعطي واحد طيبة زوينة ديال الحوت وخامة فيهاش وضفت هنا مع القاة صغيرة ديال مركز الطماطم اولا ما تيشت الحق مع القاة صغيرة كنحرك على خفيفةك على هاد الشكل صافي مباشرة من كتبالية ديك ما تيشت بالت يعني ما بقتش يعني تلبسات مع الاولاد جانسات مع هادوك العناصر اللولانية هادي نضيف دابع على الحشوة ديالتنا لانها وجدات هادي بالنسبة للحشوة اللولانية فهي خضرة فقط ولكن فيها الطعم ديال السمك وهنا ممكن انكم تضيفوا فيها الطون اي لا متوفر او لا تضيفوا فيها اي نوع ديال اللحوم بالنسبة للوصفة التانية فهادي ناخد نفس الخضرة اللي نقصنا كما اشتو معايا في اللولانية هادي نضيف عليها شوية ديال زيتون مقطع هكا دوائر زيتون خضر بالعظم مقطع وانا هنا غادي نضيف شوية ديالتجاج اللي فات بقى عندي يعني بقى عندي من الغداء ففتتو يعني كيبقى صدورة كما كان عارفو ما كيتكالوش بزاف فهذاك الطريفة ديالتجاج ما نصيبوهم مش كنعاودو نستعملوهم في حشوة احد اخرى كما اشتو معايا على هاد الشكل هنا ممكن انكم الى ما كانش يعني ما كانش عندكم دجاج طايب ممكن تاخدو دجاج او لبيبي او اللي بغيتو وتشحروه بوحدو مع مليحو بزيرة عاد ضيفوه من بعد لهاد الحشوة يعني بنفس الطريق هنحرك ده بكل شي كما اشتو معايا ونخلي واحد شوية اغلالي يعني يتجنسو ونضيف هنا شوية ديال المعدنوس منساش ونغا نضيف شوية ديال اسكنجبير كنعرفو ان الجاج كيبغي اسكنجبير كيجي في طيبة زوينا هنضيفو هنا لاني ما ضفتوش في الحشوة الليولانية وغادي نحرك مزيان على هاد الشكل حتى كينساجمو كذلك معايا العناصر كاملة بحال هاد شكلهاكا وغادي نطفي النار وهي الحشوة الثانية ديالتنا وجدات بكل سهولة نمشيو دابا مباشرة الحشوة الثالثة هنا بالنسبة للاقتراح ديال الحشوة الثالثة كذلك كناخد المقيلة كنعمل فيها شوية ديال زيت نباتي مع شوية ديال زيت الزيتون فانا كنخلطهم ممكن كذلك تعملوا غي زيت الزيتون او لا ممكن تعملوا الزبدة كيلي كيبغيش حرب الزبدة فماشي مشكل كذلك كتعطيها طيبة زوينة كناخد هاد زيت الزيتون والزيت نباتي كنخليهم دائما يسخنوا شي شوية مباشرة كنضيف عليهم آآ لبصيلة ديالتنا اللي مقطعة مربعة صغيرة على هات الشكل هنا تقريبا واحد للبصيلة اللي غي صغيرة كما قلت لكم فالحشوة الكيمية ديالتها كتبقى على حساب كل سيدة هي فقط الفكرة هنضيف دائما شوية الملحة اللي كتعطينا ديك يعني ديك البصيلة كالدبال وكتعطي واحد تحميرها زوينة في البصلة وكانبقى دائما كانشحر البصيلة ديتنا غيب شوية بشوية حتى كتبليت بالت واخدت دك اللون الجميل ديال البصلة وبالمناسبة فبالنسبة لأخوات اللي كي سولوا دائما على المقادر توجدوهم دائما في المجلة الإلكترونية www.jewatomshams.com أولى على الرابط الأزرق اللي كان حطو دائما تحت لفيديو اللي كي قدي مباشرة للمقادر ديال الوصفة اللي حطيت دك النهار يعني طريقة جيدة بسيطة وكتلقوا المقادر متوفرة وبثلاث لغات بالعربية وبالفرنسية وكذلك بالإنجليزية أو للإنجليزية هنا بالنسبة لهذه البصيلة من بعد ما دبالت لنا ضفت عليها فلفلة حمرة مقطعة كذلك مربعات وغادي نضيف كذلك شوية ديال الفلفلات الفلفلة الخضرة كذلك مقطعة هكا مربعات صغيرة على هاد الشكل وغادي نشحر مزيان هاد الفلفلات هادو مع هادك البصيلة حتى كيد بالو كذلك هما هنا بالنسبة للحشوات فهما على حسب الرغبة كين الناس اللي كي بغيوا البصلاة وأولادو كل الأمور اللي استعملنا في هاد الحشوات كي بغيوهم مازال كروكون يعني اللي تي بغيوهم ما طيبينش بزيف فراتش حيرة خفية على خفيف ركي يكونوا نجدو فبحال هاد الشكل كان بقى نحرك فيهم شوية حتى كي بنوليا خداو دك الصهد ديال المقيلة ديالتنا ومباشرة غادي نضيف هنا الكفيتة هنا ديالتنا تقريبا عندي واحد مئتين جرام ديال الكفتة هنا اي نوع الكفتة بغيتو واش بقري او لغنمي او لديال الدجاج او لكذلك ديال ديال الرومي فعلا حساب الرغبة كذلك اغنضيفها على هاد الحشوة ديالتنا او لهاد المقادر الولانية وغادي نبقى نحرك بحال هاد الشكل ونضيف هنا من بعد ما كدت تاخد لنا دا كصهد شي شوية كنضيف علها شوية ديال المعدنوس على هاد الشكل ونبقى نحرك مزيان مزيان حتى ديك يعني ديك الكفيتة ديالتنا كتبالية انها نساجمات مع البصلة والفلافل كذلك نضيف هنا واحد شوية ديال البصلة بودرة وكذلك شوية ديال توم بودرة كنضيف كذلك شوية ديال البزار وهنا بالنسبة للتوابل فهم على حسب الرغبة ممكن يعني كين اخوات كي يضيفو تحميرا او للي بغيتو انا كتعجبني بها الطريقة دي يعني ديك المليحة والبزيرة كتكون كافية باش ما كنغطيوش على الكفتة ديالتنا ما كتتغطاش بالتوابل يعني ما كنبقاش نحسو بالبنة الكفتة كتمشي مع الاكترا ديال التوابل فديك المليحة وبزيرة راهم كافين مع ديك التومة والبصلة بودرة راهم كافين فكنا بقى نحرك بحال هاد الشاكل حتى كتت يعني كتتغير اللون ديال الكفتة كما اشتو معايا وسمحو لي اليوم ما معاكم عارفين بقي الجو شوية مضبب يعني كين واحد الشعار اللي ما كيخليش تصويريك وتزوين وكما كتشوفو معايا فكيكون على هاد الشاكل هكا الكفيتة ديالنا حاولت اني نبدل موقعة الكاميرا باش يعني يبليكم كيفاش كيجي اللون ديالها الجاميل فكتجي بحال هاد الشاكل هكا وهنا كملت الحشوة ديالي للخرانية او للتالتة وبحال هاد الشاكل هكا كيجيو الحشوات ديالنا بتلاتة كيجيو يعني الحشوة اللي عملنا الخضر بصصة السوجة وكذلك التماطم المركزة كذلك الحشوة ديال الخضر مع دجاج وكذلك اللي عملنا الكفتة مع الفريفلات كتجي جد رائعة هادو ثلاثة حشوات ممكن كنا سيدة يعني تغير بهم وكذلك تفنن بهم شيوات وان شاء الله نعمر معاكم بهم شيوات اخرى ما أبقى لي إلا نقول لكم إلى وصفة مقبلة بإذن الله كانت معكم أم شمس وإلى اللقاء